السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد سنتعرف معنا في هذا الفيديو على مواصفات هاتف مميز والسعر الذي ينزل به الفيفو آيكيو هذا الهاتف الذي يقدم مواصفات عمليقة بسعر غاية في الرواق قبل أن نبدأ لا تنسى الأجاب بالنقر على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابعة لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول الشيشة هنا تأتينا بحجم 6.4 و60 إنش مع نسبة استحوير 85.6% من نوع IPS LCD وتدعم الريفريش ريت تردد 120 هيردز في الظهر نجد تصميم مميز مستطيل يحتوي على كاميرتين خلفية وفلاش LED الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 64 ميجا بيكسل والكاميرا الثانية كاميرا تأتينا بدقة 2 ميجا بيكسل الهيتر تصور الفيديو بدقة 4K مع 30 فريم في الثانية وبالنسبة لكاميرا السلفية يأتينا الفيفو IQ Z7 مع كاميرا أمامي بدقة 16 ميجا بيكسل على مستوى LED نجد هنا معالج من شركة كوالكوم السناب دراجون 782 جي بمعمارية 6 نانومتر معالج قوي جدا دعم لخدمات 5 جي ويعطينا تجربة مستقرة مع الألعاب الثقيلة وفي التنقل بين تطبيقات الهيتف سيعطينا LED خرافي في هذه الفئة السعرية كما نجد هنا أحداث نسخة لأندرويد الأندرويد 13 ووجهة أكسيجين ويس ثالثة ننتقل إلى البطارية حيث نجد هنا بطارية عمليقة بحجم 5000 ميلي أمبير والأهم وأكثر نقطة هي تعتبر فريدة مع هذا الهيتف هي سرعة الشحن القياسية هنا يتصل إلى 120 نوات نعم 120 نوات على الهيتف ينتمي إلى الفئة الاقتصادية هو الشيء غاية في الروعة يأتينا الهيتف مع مدخل USB Type-C للشحن يأتينا مع سماعة خارجية عادية يدعم مدخل الثالثة ونصف ميلي للهيتفون جاك وبالنسبة للبصمة فتأتينا على الجنب الأيمن بالنسبة أصدقائي إلى النسخ ينزل الفيفو IQ Z7 بثلاثة نسخ 128 جيجا وثمانية رام للنسخة الأولى 126 جيجا وثمانية رام للنسخة الثانية و 126 جيجا مساحة دخيلية مع 12 جيجا للرام للنسخة الأقوى الهيتف غير دعم لمدخل SD Card يعني ليس بإمكاننا إضافة ميساحة دخيلية وبالنسبة للألوان يتوفر بثلاثة ألوان اللون الأسود اللون الأزرق واللون البرتقالي ويبدأ السعر فيفو IQ Z7 من 220 يورو ما يعادل 230 دولار مع النسخة الأقل السعر غاية في الروعة حتى على مستوى الأداء هنا لن تجد هاتف يقدم هذا الأداء في هذه الفئة السعرية سرعة الشحن هو شيء فريد من نوعه على هذا الهاتف وأشياء مميزة أخرى اكتبوا لنا أراءكم في التعليقات إلى هنا وصلنا إلى الختم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس شكرا لكم بكل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء وشكرا